موسيقى موسيقى سلاس سنوات مميزة قضاها عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب مع زئاب الجبل بعدما نجح في قيادة الفريق لتحقيق نتائج جيدة مكنته من العودة للمشاركة في البطولات القارية بعد فترة غياب طويلة النتائج التي قدمها المقاولون العرب تحت قيادة النحاس الذي تطور تكتيكيا وأصبح يقدم قرة هجومية ممتعة ويلعب بمدية أمام قطبي الكرة المصرية الأهل والزمالك جعلته محطة أنظار العديد من الأندية للتعاقد معه لدرجة أنه كان قاب قوسيم أو أدنى من الانضمام إلى الجهاز الفني للمارد الأحمر نجاح النحاس لم يتوقف عند النتائج فقط بل أنه قدم العديد من اللاعبين المميزين في مقدمتهم طاهر محمد طاهر لعب الأهلي والتونسي في الدين الجزيري مهاجم الزمالك ارتباط النحاس مع المقاولون العرب تم إنهاؤه خلال الأيام الماضية في ظل شعور المدير الفني بعدم تحسن نتائج الفريق ورغبته في الحصول على فرصة لالتقاط الأنفاس ويعد رمي عادل مدافع المقاولون العرب والأهل السابق أحد أبرز الوجوه التي عملت مع النحاس في الجهاز الفني للمقاولون العرب حيث يكشف المدرب كواليس رحيل الجهاز الفني وسر تفوق المقاولون العرب في السنوات الماضية وغيرها من الملفات التي يجيب عنها عادل في حواره مع كريم رمزي في رقم عشرة موسيقى يعني بحقاتكم مرة أخرى يشرفني في هذه الفقرة واحد من المدفعين الكبار واحد من المدفعين اللي كان عندهم كورة على فكرة إحنا دايما بنقول إن إحنا عايزين المدفعين اللي بقافوا يحركوا كورة يطلعوا كورة بشكل كويس ده كان من المدفعين التقال أول اللي بقافوا يطلعوا بكورة بشكل كويس بجانب طبعا أدوار الدفعية الرائعة جدا كان نجم في النادي الأهلي وأيضا كان مع منتخبنا الوطني اسمي كبير في تاريخ مدفعي الكورة المصرية وكان مساعدا للكابتن الكبير كابتن عماد النحاس في تدريب فريق المقاولون العرب بشرفني ونورني في هذه الفكرة الكابتن الكبير كابتن رومي عادلة كابتن رومي مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي حبيب يا كريم أنا لسعيد جدا بوجودي معك وبتشرف بوجودي معك دايما أخبارك إيه؟ حبيب كلهم كويسة كلهم إيه اللي حصل ماشيين بشكل كويس والدنيا كويسة وإشادات متتالية أه صحيح النتائج كان بيحصل لها صعود وهبوط من المسم اللي فات ولكن كان فريق المقاولون دايما فريق واقف على رجله حتى مع نتائج ممكن تبقى متراجعة في بعض الأوقات بس بيفضل فريق واقف على رجله ليه فجأة كده فجأة فجأة بدون مقدمات الجهاز الفني بقية كابتن عبادة النحاس شرحا عن المقاول العرب طيب هو الأول بس كات البدايات شوية يمكن أول ما الجهاز تولى للمسئولية كان المسلم الأولين بعد رحيل كابتن علاء نبيل الجهاز قدى بشكل كويس جدا والنادي ظهر بشكل كويس جدا ونهى الموسم ده في المركز الخامس وكان بينفس على المركز الرابع الموسم اللي بعديه كان فيه طموحات أعلى طموحات عالية جدا ان احنا نبقى في المربع الزهبي ونلعب أفريقيا والحمد لله ده تحقق الموسم الثاني وحققنا المركز الرابع الموسم الثالث كان يعني ما بدأناش بأحسن شكل تقريبا شوية وكان فيه سوق أداء بشكل كبير وسوق توفيق وكان خلاص يعني يمكن كان عماد ساعتها شوية حس ان الموضوع شوية فيه صعوبة ان احنا لان بيني وبينك برضو بصراحة الناس الإدارة في النادي المقولين ناس محترمة تبتعاملنا ناس محترمة جدا إدارة محترمة بتديك الحرية في كل حاجة فعماد شوية بيخلي بالهم الحتة دي يعني كان أكتر ان هو المصلحة العامة مش بيدور على مصلحته أكتر ما هو بيدور على المصلحة العامة لمصلحة النادي الأول فكان كذا مرة هو بيشوف ان التوقيت دوت مناسب لان هو يرحل عن النادي ويسيب المسؤولية لحد تاني يجي بشكل تاني بدوافع تانية بحوافز تانية للفريق الموسم ده يعني يمكن تقريباً الجهاز تمسك والإدارة تمسكت بالجهاز واللعيبة نفسها تمسكت وكملنا بشكل كويس يعني احنا كنا يمكن لحد قبل 8 مباراة أو 10 مباراة من الموسم دوت كنا خلاص بالنفس على الهبوط يعني كنا في المركز المتأخرة جداً في الجدول بعد كده ربنا كرمنا والدنيا تزبطت بشكل كبير جداً ونهينا في مركز يعني في نص الجدول تقريباً الموسم الأخير دوت اللي احنا بدأناه السنة دي الموسم اللي شغال دلوقتي دوت يعني فيه سوق توفيق شوية والنتاج مش أحسن حاجة فأعمد حاسس إن مفيش توفيق خلاص يعني هو حاس التوفيق مش مع الفترة دي فهو شاف إن ده توقيت الأنسب للإدارة بتاعت المقاولين إن هي تقدر عندك توقف كبير جداً عشان كسر أمم فده الوقت الأنسب هو كل واحد برضو حسب تفكيره ونعرف أنت ممكن تقول لي طبما ده الوقت الأنسب إن أنت ممكن تصلح فيه وتعدل فيه كل حاجة بس هو كل واحد عنده تفكير يعني كل واحد عنده حسابات هو شاف إن ده توقيت المناسب إن خلاص أنا شاف إن الكيميا مش أحسن حاجة بيني وبين اللعيبة وهو عماد نفسه شايف إن الموضوع وقف لحد كده في النادي عرض على الإدارة الاستقالة الإدارة وافقت وافقت على طول مش عارف الكواليس بالزبط يعني إيه اللي حصل بس يعني هو غالبا عماد طلب الموضوع ده مرتين ثلاثة قبل كده الموسم اللي فات فما كانش الإدارة بتوافق وكنا بنشوف النقاش والشد والجذب اللي بيحصل طب أنا عايزة أمشي طب لا هتقعد هنزبط الدنيا والدنيا هتبقى كويسة المرة دي لا المرة دي ما كانش فيه كلام كتير يمكن لأنه هو كان عماد كان مصمم كان مصمم جداً كان فيه طلبات للكارت العماد النحاس متعملتش مش بكامع طلبات مادية طلبات لعبين متعملتش أول الموسم يعني كان عايز حاجات معيلة وما حصلتش فهو مش أولي تدايق بس حاس انه مش يقدر ينجح مسلاً مع المجموعة دي لا 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 إحنا موجودين في النادي وعارفين إمكانات النادي يعني إحنا عارفين إمكانات النادي إحنا مش من الأندية مش نادي المقاوين للأندية الغني أو اللي بيشتري لعيبة إحنا معظم اللعيبة بنحاول نتحرك في أرقام معينة أو بنشوف اللعيب الكويس الفري وبرضو إحنا في الأول في الآخر عماد لي سيستم شوية بندور على اللعيب على قد ما هو يبقى لعيب كويس هو كويس جوه الأوضة جوه قط اللبس رائج الأخلاقه كويسة عشان يحافظ على الفرقة لكن إحنا شغلين وعارفين القصة عاملة إزاي وجايبين اختيارات واللعيبة على فكرة الفرقة كويسة جداً في الأول موجودة كويسة جداً والرأي اللي انت بتتكلم عليه ان انت عندك فرصة كبيرة جداً انت تكمل ده برضو رأي احترم جداً رأي احترم جداً هل انت تكلمت مع كابتين عماد؟ يعني قلت له يا كابتين عماد ما تيهي نكمل ما ممكن نعدل ما عادي ممكن يا جهاز معاون يعني يبقى فيه رأي ورأي آخر انت كنت مع فكرة الرحيل دلوقتي ولا مع فكرة انه تعالا نكمل تعالا نجربتين انا كنت من الناس اللي بتعترض قبل كده السنة اللي فاتت كتير يعني كنت كان كل لما بيتكلم في حاجة زي كده كنت من الناس اللي في الجهاز بترفض عدم الرحيل الفترة دي بصراحة ما اتكلمتش لاني كنت شايف عماد مختلف شوية يعني احنا كل مرة كنا بنبقى مثلاً خارجين من ماتش خسرانين هزايا مثلاً متوالية فكنا خلاص بيدخل هو القوضة متعصب جداً خلاص انا همشي بيقعد معنا خلاص انا همشي فاحنا بنقعد لا طب ايه دا طب نحسبها صح طب نفكر كذا كذا الموضوع المرة دي كان مختلف الموضوع المرة دي هو كان شكله مصمم جداً وهو كان اكتر واحد عارف ان فيه توقف ممكن انت ترجع تزبط الدنيا فيه بس هو كان مصمم على قرار هو كان شايف انه خلاص يعني دي الفترة المناسبة يدي الفرصة للإدارة بتاعت المقولين انها تتحرك وتقدر تفكر في مدرب تاني لان انت عارف لو الدوري بدأ هتلاقي بعد كده القصة مفيش اصلاً توقف تقريباً هيبقى الموضوع فيه صعوبة في التوقف بعد كده فمش هيبقى فيه فرصة كويسة للإدارة ان هي تختار مدرب بشكل كويسة الكابتن عماد خلاص بقى اسم كبير في الكرة المصرية كمدير فني اكيد افكارك انت دلوقتي انت شخصي افكارك مع فكرة انه هكمل مع الكابتن عماد بعد كده في اي جهاز موجود فيه ولا هبدأ اخد خطوات اخرى كمدير فني بقى ابدأ اشتغل من تحت وابدأ امشي الطريق ده انت بتفكر فيه ان نابتك السؤال صعب لا مش صعب لا لا يعني اكيد طبعاً الواحد يتمنى طبعاً ان هو يشتغل لوحده ويبقى ليه كيان لوحده طبعاً يعني وتبقى مدير فني وتوصل لمرحلة كويسة من القصة دي طبعاً اكيد ده تموحاً ده كل واحد بس محدش بي مخطط له قوي ان هو هيجي امتى يعني انت برضو الدنيا في مصر دوقتي مش احسن حاجة وبعدين القصة تقريباً شوية عايزة يعني ممكن اكتر العلاقات يعني هي بتبقى عايزة شوية تربطات شوية مع مثلاً عارف ان انت علاقاتك جيدة مع الوسط يعني يعني علاقاتي الحمد لله اه يعني اسمي كويس في الوسط بس انا مش من نوع شوية اللي عندي تواصل مع الناس كلها كتير يعني الحمد لله اه اشوف كريم علاقتي بكريم كويسة جداً بس التواصل بتاع يمكن قليل شوية انا من نوع اللي في شخصيتي شوية ما بحبش اكلم حد يعني مش اطلب اه ما بعرفش اطلب انا بحس لو في حد شايفني في مكان وهيحتاجني في المكان دوت هابقى موجود اه فأنا نفس طبعاً ابقى الواحد دي وابقى مدير فني طبعاً دي خطوة كويسة جداً واي حد يتمنها وطبعاً لو موجود لو عماد ربنا كرم والفترة اللي جاء دي بأي جهاز وهو احتاجني معاه اكيد ان شاء الله طبعاً يبقى ليه الشرف ان انا كامل مع عماد عماد مش شخصيتي محترمة جداً اللي الواحد يحب يبقى موجود معها ويشتغل معها اكيد سمعنا كتير في النص كده عرض من النادي الآلي للكابتن عمادين نحاس عرض من منتخب مصر للكابتن عمادين نحاس عرض من بيراميز للكابتن عمادين نحاس العروض دي كنت بتسمعها كده وخلاص ولا كنت بتشوفها بعنيك لا كنت بشوف منتخب مصر دي بعنيك يعني منتخب مصر دي فعلاً انا كان ساعتها اللجنة الخماسية كان ساعتها هي المتولية المسئولية بتحدي الكورة وكان فضل صحبي فكنت بعرف كويس وكان عماد بيتكلم معنا وكنت بسمع كويس جداً ان هم عايزينه يعني هو كان هو وكابتن اهاب جلال هو كان ساعتها معترض ان هو يبقى مدرب عام لان طبعاً راجل مدير فني فانتخب هو كان مدرب عام مع كابتن اهاب جلال مع كابتن اهاب جلال بالزبط كده فطبعاً موضوع كان صعب يعني ان انت تقرر حاجة زي كيه كان صعب جداً وفي نفس الوقت برضو صعب ان انت ترفض لانه منتخب مصر فالموضوع كان احنا عيشنا شوية صعبين جداً كجهاز ولعيبة ترد اه اللعيبة طبعاً نفسها حتى كمان كانت الموضوع صعب عليها جداً ان هي انت برضو بتتمنى الواحد الخير احنا كجهاز مش عارفين عمين حسبقاً كل التجهات عايزين له برضو الخير في الاخر يعني طبعاً عايزين له الاحسن ليه طبعاً في نمي انه قال ان انت تروح تروح المنتخب وخطوة كويسة في منتخب مصر واسم كبير وحاجة طبعاً كبيرة جداً شرف لايحد وفي نفس الوقت برضو في ناس قالت له لأ يعني انت راجل دلوقتي وصلت ان انت الراجل الاول في المكان فما ترجعش خطوة تاني العروض التانية زي بيرامدز زي زي النادي الاهلي الاهلي بنسمع انا بسمع بصراحة بس ما فيش حاجة يعني مش اكيد يعني بس اكيد اعماد اسم كبير جوا النادي الاهلي واسم كبير في مصر الوقتي فاكيد اسمه بيتطرح وبيرامدز لا بيرامدز بصراحة لا معرفش اي اي يعني انا سمعت كتير سموحة بيرامدز كان مطلوب من الوقت اندائها كتير جوا مصر واندها كلها كبيرة واسماء كبيرة بس حاجة رسميي انا مشوفتش طيب هسأل الراجل الاهلي بقى هسأل الراجل الاهلياو دلوقتي مش مدرب ولا ايا حاجة مسيماني من قريب غير من بعيد احنا متشوف مسيماني من بعد ننحل المسيماني من بعد فيه قراءة تقولك مسيماني ده مدرب رايع جدا فيه آراءة تقولك لا مدرب مش رايع جدا وهنا انا بقى بعد الاركام انا بتكلم فنيا الاركام طبعا مفيش خلاف على موسيمان انت بقى وانت في ارض الملعب كنت بتشوف موسيماني ازاي لأ انا الراجل ده كاركام لأ طبعا راجل اللي احترم جدا مفيش خلاف بس كاداء لأ مش ده اداء النادي الاهلي هو برضو خلي بالك للأسف شفت انت دلوقتي انت قلت لي كلمة قبل ما لاتلع الهواء ما كنت تتكلم في المداخلة بتاعتك بتقول ان الراجل ده الجيل ده بتاع ارسنال ظلم ناس كتير يعني انت على طول بتقارن بالجيل ده احنا برضو كجيل احنا برضو بنظلم الاجيال اللي موجودة انت على طول بتقارن بجيل هو جيل ممكن ما تكررش كتير الجيل بتاع النادي الاهلي دوت ممكن ما تكررش كتير اللي هو ايام من والجوزين فالقصة شوية بتبقى ظلمة شوية ان انت تقعد تحكم عالناس دي بس برضو يعني انت برضو سعب بتحسابها كلعيب كورة وجوة موجود في المكان وشايف الدنيا من قريب. لا الأداء مش الأداء متزبزة. يعني انت بتعرف تكسب أه. بس مش بتعرف تعمل أداء كويس دايما. يعني كل على فترات كبيرة تعمل أداء كويس. لكن انت بتقدر تكسب. ودي الحاجة اللي هو الناس راضي على الناس وكل حاجة. بس برضو انت محتاج النادي الأهلي يديك أداء كويس. يعني انت النادي الأهلي لازم برضو يبقى فيه مكسب وأداء. شحيط. فالأداء مش أحسن حاجة بصباح. مش عاجبني الأداء. مش عاجبك الأداء. مش عاجبك الأداء. إيه كنت نقطة الضعف اللي بتشوفها في الأهلي وإنت كنت مدرب قدام النادي الأهلي. لا يعني. نقطة ضعف مع المسلمين. عشان تقدر تقول عليه أنه عنده مشاكل. يعني لا أنت كنت بتقدر تأفل يعني فيه طبعا نقطة قوة كتير جدا عند النادي الأهلي. فيش خلافة. آه فيه نقطة قوة كتير. بس فيه نقطة ضعف يعني كتير برضو أنت بتقدر توصل النادي الأهلي. لا بتقدر توصل له كتير دلوقتي يعني كان قبل كده لا الدفاع النادي الأهلي أقوى من كده بكتير وتقدر ان انت لا كان صعب الوصول للنادي الأهلي ان انت تقدر تجي في جون أو توصل للمرمى بتاعنا لكن دلوقتي لا الموضوع تهالي سهل شوي يعني مش صعب زي زمان يعني هي دي ممكن نقطة الضعف اللي عنده شوي وانت بتضرب في المقاولين العرب كان مين اللعيب المزعج جدا في النادي الأهلي يعني اللعيب ده لما بتشوف في الملعب هيزعجي الفرقة كلها لا كتير هو الفترة الأخيرة دي كان محمد شريف محمد شريف كان خطر جدا لأن انت انت طبيعي خلاص الكرة الكرة الحديثة دلوقتي خلاص القصة بتاعت الليبرو بتاعت زمان ده كان شوية بيأمنك لو بتلعب في حد عندك سريع أو حاجة فبتقدر انت تغطي الحد تدي شوية لكن خلاص انت دلوقتي الكرة الحديثة خلاص كل الناس بتلعب الفلات ده اربعة الاتنين اللي ستوبر اللي ورا فالدنيا بتبقى خطر جدا لما يبقى فيه مسحات عندك الفرقة اللي قدامك بتخلق عندك مسحات بيقى الموضوع صعب جدا حمد شريف كان ملعب السريع جدا ومتحرك كويس قوي يعني تحركاته في الملعب ممكن مش ايحد ياخد باله منها لان الكاميرا بتجيب لقطة معينة ممكن الناس اللي قاعد في البيت مش شايفها لكن انت كواحد في الملعب لأ بتشوف تحركاته خطير جدا يعني فده من نوع المزعج دايما كنا بنسمع عن لعبين يتفاوض معهم الاهلي والزمالك في الموال العرب مين اللي كان قريبين من الاهلي والزمالك مين من اللعبين في الفريق الحالي كانوا قريبين جدا من الاهلي والزمالك الفترة الاخيرة لا يمكن الفترة الاخيرة بعد رحيل طاهر لا يعني ما كانش فيه حد قوي بعين ويعني كتير بس كان الفترة الاخيرة كان سيف قبل موضوع الزمالك كان هو متقلق وكنا بنسمع طبعا ان فيه الاهلي والزمالك لويس كنا بنسمع على فترات مجلي مجلي لويس برضو لعيب كويس مجالي مين كان بيفاوض لويس ومين كان بيفاوض مجالي لويس كنا نسمع الزمالك وكان مجالي برضو الزمالك مجالي كان الزمالك تقريبا مندخل بشكل رسمي في الموضوع يعني الموضوع طبعا معرفش إيه اللي عطاله بس مكملش مجالي يلعب منتخب مصر بصد دلوقتي ما قدرش أقولك لا ما قدرش أقولك آه مجالي لسه صغير يعني أنت بتتكلم في تعريبا ما عندوش الخبرات الكافية يعني آه أقولك لو لعب في الأهل والزمالك وخد خبراته لعب في ابتلاته ولعب في ابتلات قرية كبيرة وكده أقدر أقولك آه ممكن بعد كده يلعب لكن حاليا لا حاليا أكون صراح معك ما يقدرش يلعب لأنه هو ما خدش الخبرات الكافية يعني هو يتظلم لو راح دلوقتي يمتخب مصر يتظلم بصراحة مع إعارة كهربا ولا بقاؤه مع النادي الأهل لا مع إعارته مع إعارة كهربا ليه خلاص الموضوع أنا شايف الدنيا يعني كل شوية كده فترة الواحد بيقرأ خبر مثلا أو الحاجة لا أنا شايف الفترة الأخيرة دي كلها الدنيا مش أحسن حاجة مع كهربا خالص حتى مع موسمانيا ما عافش علاقته بالإدارة أي أنا شايف إن علاقته بالإدارة كويس لكن علاقته بالمدير الفني لا العلاق خلاص مقفولة تماما وبعدين هو بعيد عن اللعب خالص يعني تراجل ما بتشركوش أصلا ولا بيدخل سكور ولا أي حاجة فطبيعا أنا لما كان كهربا أفكر أول حاجة فيها أنا أطلع عارة حتى أدي لنفسي فرصة أن ألعب وأدي لنفسي فرصة يمكن أرجع الموضوع يتغير أرجع على مدير فني جديد بس ألعب أهم حاجة وأنت أنت الفترة اللي فايت دي شايف كهربا ظالم ولا مظلوم يعني هو اللي ظالم نفسه ولا مظلوم من الجهاز الفني مش هقدر أقولك أنه ظالم أو مظلوم يعني هو كهربا في الفترة الأولين أقولك ظالم نفسه جدا وكتير بصراحة أثر في حق نفسه كتير جدا الفترة الأخيرة دي إحنا كنا سمعين أن كهربا الفترة الأخيرة دي راجل ملتزم بيتمرن كويس موجود ما بنسمعش عن مشاكل كتير بينه وبين الجهاز الفني أو اللعيبة بس خلاص ما فيش توافق بقى بينه وبين مسمعني في خلاص موضوع بالنسباله لازم هو يفكر في كده مصلحته أنه يتحرك يعني يتحرك آه بالزبط لازم يعني الشاعات كل شوية تطلع عن فكرة أنه أشرف من شرق ممكن يروح النادي لأهدي أنت مع الفكرة دي ولا أنا حاسس أنه ده حيحصل حاسس أنه يحصل أنا عندي إحساس أنه يحصل مش عارف بص عطول في مصر شوية ساعات كده بقى فيه أخبار كده يعني تلاقي خبر عارف أنت هيقولك اللي هو الخبر الاختبار ده يعني فيه ساعات بلونة اختبار بلونة اختبار يعني أنا ساعات بحسه كده فيه حاجات بتتقل كتير قوي وبتحصل لأني خلي بالك أشرف من شاريع العيب كبير أشرف من شاريع العيب كويس جدا من اللعيبة المميزة جدا في المكان دوت يعني أنا شايفه فرصة كبيرة جدا الأهلي يتعقد معه وبعدين أنت دلوقتي في عصر احتراف يعني مفيش بقى أهلي والزمالك والكرام ده أنا مش هتعاطف يعني لو الزمالك عنده فرصة زي دي أكيد كان هيدور عليها طبعا فأنا شايف أن أحساسي أن ده ممكن يحصل أحساسي أن احنا هتفاجأ الفترة الجاية بحاجة زي بصفقة من الزمالك بس ما عرفش مين بصراحة تمام منتخب مصر قلص كسرهم الأفريقية على الأبواب كالوس كيروش ما بين أسهم نقض عنيفة ما بين إشادة كبيرة وما فيش حد في النص ناس تشيد بي جدا وناس تنتقدوا جدا أنت رأيك في إيه والله أنا أنا انتقدته أنا عجبني أنا عجبني شخصية الرجل أنا بحب المدرر بالشخصيته قوي بيفكرني شوية بمستر مانويل شوية هو نفس البلد وحسه حسه أن هو الشخصية قريبة عجبني فين هو أنا كلعيب كورة عجبني فيه جدا أنه هو اختار لعيبة كتير من حذر كتير يعني إدى فرص كتير لناس من أندية كتير جدا إحنا كان طبيعي مدرب المصري كان الموضوع بالنسبة له صعب جدا مقفول على أهلي وزمالك وشوية كام واحد من كام نادي وخلص الموضوع مقفول تماما بس الواجل ده إدى فرص لناس كتير من أندية كتير واكتشف ناس كتير كويسة دي الحاجة الإجابية فيه أنا انتقضت الفترة الأخيرة في التصريحات بتاعته شوية أن بيتكلم أن أنا مش مطالب بكاس أمم أنا أكتر حاجة مطالب بيها أن أنا أوصل كاس أمم لا أنت مطالب بكاس أمم طيب أنت مش معاك العيبة قليلة وأنت مش اسم قليل أنت منتخب مصر أكتر أكتر منتخب حصل على البطولات على كاس الأمم صح فأنت ما ينفعش تقول للشعب المصري كده ما ينفعش تتعامل مع الشعب المصري كده أنت لازم تقول أن أنا رايح أاخد كاس الأمم ده اللي إحنا بنفهمه يعني حتى لو أنت في أسوأ حالتك لا أنت بتبقى رايح أنت الشعب المصري على أمل أنه ياخد البطولات تفتكر هو رايح ما ياخدهاش؟ يعني أنت لو مدير فني حتى لو معاكش لعيبة وحتى لو أنت مدير فني كمان مش جيد هتبقى عايز تخسر؟ لا أو تبقى مش عايز تخسر؟ بس ما قولش التصريح تفتكر مش ممكن يكون بيقول كده بيرفع الضغط على اللعيبة من الجماهير يعني إحنا مش رايحين ناخد كاس الأمم ويقوله حياخده بس ما حادش يضغطنا بقى ما حادش يبدل كل مباراة إحنا عايزين ناخد البطول ما حادش يعرف أنه الضغط موجود موجود ممكن يبقى ده فكره ممكن يبقى ده فكره بس برضه عامل السولية من أسبوع كده قال تصريح أنه كان كيروش كل مباراة في البطولة العربية يخش يقوله إحنا ناخد البطولة إحنا عايزين بطولة ورغم كده وكان قبل ما يسافر البطولة كان بيقوله إحنا مش رايحين ناخده أنا عايز سألك سؤال إنت مصر بالنسبة الأفريقية زي مين من المنتخبات الأوروبية مثلا في أوروبا أكبر ألمانيا زي ألمانيا هل ألمانيا بيقوله للجمهور بتاعهم إحنا مش رايحين نلعب على البطولة في تصريحات في تصريحات اللي هو إيه على فكرة في مدربين بيعملوا كده هتلاقي مثلا هل الأهلي ينفع يقوله أنا مش رايحة أخد مش هلعب على الدوري الثنانية دي مسلا حادش طلبني بطولة الدوري السنانية دي إنت بسمعه تم دربين كتير يقولك إيه أحنا مش هلعب بشتخيني نافس едь أحنا من الأهلي أحسن مني أنا بس أنا ممكن أقول كده ممكن أقول كدهما ما بقى إيه أما أقولين داخل ألعب على الرابع ووجد ما تحدش يطلب مني المركز الرابع فأنا ألعب على الرابع أحفز لعبتي أن ألعب على الرابع ولعب وحافظ لعيبتي نلعب على الأول كمان بس أنا كمقاولين أنا مركزي معروف مش هدخل بسدري أنافس على بطولة الدورة بس ممكن بيني وبين اللعيبة أعمل كده لكن ما فعلش أنا منتخب مصر ألعب اللعبة دي مع الناس حتى مع مشاعر الناس لأدخل وبعدين اللعبة اللي عندها كلها لعبة جبيرة وتلعب تحت ضغط يعني يعني البطولات اللي هي اللي فات ما عجبت حسنا لش حياتها هل مثلا إحنا لما كنا داخلين ناخد البطولات دي والجماهير دي كلها والطفرة اللي حصلت كبير دي هل مثلا إحنا كنا بداخلين على الكابت الحسن بيقول إحنا مش داخلين ناخد البطولة مفيش الكلام ده هو كل واحد وليه فلسفته برضه قائمة المنتخب اللي اختارها كالوس كروش قادر أنا تكسب البطولة؟ أكيد قادر راضي عن القائمة؟ آه راضي عن القائمة بنسبة 100% بنسبة 100% لأنني أنا كنت برضه بأتكلم مع كذا حد في القصة دي فبيقول لي طب دلوقتي فلان ما دخلش لي أو فلان ما اتخدش لي أنا أنا أقول لها بالإسم أهو أفشة ما اتخدش لي فأنا بقول له طب خرج لي واحد أيها نفس الجملة خرج لي واحد طب أنا معديه في كده برضه بقولهم إيه يقول لك أنا مفهود ياخد فلان وفلان وفلان طيب أقول له شيل وحط بالزبط يعني شيل من القائمة دي وحط اللي انت عايزه هتلاقي اللي بتشيله ده صعب جدا صعب جدا تشيله وفي الآخر هو قراره خلي بالك برضه عشان إحنا الناس كلها طبعا بتتفرج من بره وشايفها وكله طبعا انت عارف كله وفهام فكورة وفعلا الناس فهمها فكورة بس القصة كلها يعني الرؤية بتاعت المدرب حاجة تانية خالص رؤية المدرب هو مثلا الناس معترض على طرق حامد هو خلاص شايف ان طرق حامد الدور بتاعه هو مش محتاجه هو شايف حد تاني هيقديله الدور بتاع طرق حامد برضه من الحاجات اللي تقالت بمناسبة يشيل مين شيل عبدالله وحط قفش انت رأيك ايه شيل عبدالله وحط قفش لا عبدالله برضه خلي بالك لعيب كواس جدا برضه يعني عبدالله أنا أقول لك على حاجة هو قفشة لو راح يلعب أساسي لا طيب عبدالله ممكن يلعب أساسي برضه لا طيب هنقول ان هو لو لعب أساسي فانت موضوع كبير على عبدالله ناس مثلا بتتكلم في الجزء دي ان عبدالله مثلا كبر عبدالله مش هيقدر يقدي التسعين دقيقة مش هيقدر اديك المجهود الكبير طيب عبدالله لو نزل جزء من الماتش هيفرق معاك هيفرق معاك مشكله كويس جدا عبدالله لعيب كبير يعني يا جماعة ما حدش يختلف على عبدالله بصراحة أنا فاهم ان انت كونك بتشجع النادي الالف هتميل لأفشة بطبيعة الحياة اللي انك عايز أفشة بس مفيش خلاف برضه ان عبدالله سعيد لعيب كبير جدا بالضبط بالضبط المقارنة صعبة جدا ان انت وقفشة لعيب كبير برضه جدا مية في المجهة بس ما تقدرش انت دي اللي بتفرق بقى في ايه اللي بترجح الكفة دي المدير الفني المدير الفني هو اللي بياخد القرار أنا محتاج دا ولا دا وهو خلي بالك عمر ما فيه مدير فني مش هيبعاز مصلحته مية في المجهة عمره هو شايف ان الناس دي هي اللي هتعمل له لا واصل كروش كمان من اول يوم بيقولكش انا اهليه ولا زمالكاوي ولا بميلي الاهلي ولا زمالكاوي ولا عايز مثلا لعيبة جماهرية ولا الكلام دا كله هو بياخد اللي شايفه كويس بالضبط تقلق منه امتى لو حسيت ان هو مدرم من اللي ليهم اهواء اللي هو يقولك ايه ما اخد لي مجموعة من الاهلي ومجموعة من زمالكاوي فيه مدرمين كتير عملوا كده ايه ايه طبعا ورايح دماغي واكسب شعبية والجماهير كلها هتحبني وخلصنا والضغط هو خلاص بقى الراجل انت عارف المصري فعلا بيتضغط يعني المداربين المصريين لما بيمسكوا اهلي وزمالك الضغط اعلامي رهيب ضغط عليه رهيب جماهيري واعلامي وكل حاجة ففعلا بجد ما بيستحملش ما بيقدرش يروح ياخد وبيخاف لو خد حد من بره اهلي وزمالك وحصل اخفاق هيقولك انت خدت فلان وفلان وفلان انا فيقولك لا انا ريح دماغي وااخد الناس الكويسة اللي في مصر والاسمال اللي في مصر ولو حصل اي اخفاق او حاجة خلص انا خدت احسن الناس في مصر هذه حاجة كويسة في الراجل من الحاجات العظيمة جدا من المنتخب اللي شايفه منتخب كبير هو المرشح الاول لفوز بهذه البطولة غير مصر غير مصر طبعا بالنسبة لنا مصر مرشحها تكسب البطولة يعني انا شايف المغرب والجزائر المنتخبين اقوية جدا جدا و هيبقى يعني اكيد حد منهم هيبقى متواجد في الادوار تعرفنا انا على ام المغرب اكتر من الجزائر يعني المغرب هتبقى خطيرة جدا في البطولة مغرب قوي جدا مغرب خلية اللي قات كاملة ما خلصت شوية نقطة في التصريات دي واحد اثنين منتخب مع خليزيتش منتخب كبير تقيل المغرب بقالها كم سنة بيبقى عندها نجوم بس مش لما بعضها استبعت حكيم زياش انا مش ادرافها مش عارف غريبة جدا هو قاعد دكة في الشلس فعلا بس احنا تريزيجيه لعيب عشر دقيق واخدينه كنت بتفرج على حاجة كده عمتش الاخير ده فكان حد كتب تعليق كده الفين زياش مش عارف فخر الدكة بتهريوه عليه يعني لا بس لعيب طبعا كبير بس انت ده يديك برضو يديك يعني احساس ان لا المنتخب ده قوي جدا اخير من جب حكيم زياش احنا عندنا يعني لما بنتنشع على حد انا بقول لك اه الراجل اللي لسه يجب من صديبي تريزيجيه لاب عشر دقيق بس ما عاستم فيلا خلناه بس كين فيه مكلبشين فيه عشان مع يعني تريزيجيه بالظبط جامد يعني بتوقع تريزيجيه يلعب فأني مركز في كاس العظم اه سوال صعب ده برضه اه هيلعب مكانه هيلعب وينج شمال يعني هيا هو ده المكان بتاعه المكان المفضل بتاعه هاجأك فاجأني هيلعب تمانية فلوس الملعب والله مركزه مع النادي العائل اللي بدأ بيفكر اه هو عايزه يعني هو في التدريبات ومع الجاعد المعاون بس تريزيجيه خلي بالك عنده مجهود يقدر يعمل دي صحي كده اه انا ميال انه هيبقى مركز عظيم بالنسبة لك ممكن يعملها كويس جدا لان تريزيجيه من نوع اللي عنده مجهود بدني كويس قوي صح وبيقدر يروح يعني زي ما يقوله كده بوكس تو بوكس يعني هيقدر يدافع هيقدر يعمل الدور الدفاعي كويس جدا وهيقدر يعمل الدور الهجومي هيبقى مميز في الحتة دي وبيعرف يتصرف كويس في الكورة ويعرف عنده كنترول كويس على كورته فممكن فعلا يبقى مميز جدا في صح طبعا لو طالنا تريزيجيه تمانية حط تشكيل منتخب مصر نبدأ بيه اول مباراة قدام ناجرية تشكيل منتخب مصر محمد الشناوي الشناوي انا بفتح دي ملك ماشي اكرم اكرم وحجازي الصليه الصليه وستريزيجيه صليه وتريزيجيه النني النني صليه وتريزيجيه والنني هذه كانت تلاتة ايوى فضلنا تلاتة قدام ايوى سلاح ماشي مرموش مصطفى محمد اه نعم مرموش ومرموش ومرموش انا بساعدك بفكارك ايو ايو صلاح ومصطفى ومرموش بس كده تشكيلها حلوة جدا بس خل بالك السورية ممكن ملعبش أول ماتش آآ عشان موضوع الأسرابة اللي عنديه يبقى حمدي آآ أكيد حمدي حمدي فاتح أكيد حمدي والنني وتريزي جي حمدي فاتحي والنني وتريزي جي آآ حمدي فاتحي والنني وتريزي جي والله هتشكيلها حلوة جدا والله هتشكيلها حلوة خلي بالك المنتخب قوي جدا انت لو دورت على الأسماء كل اسم الوحده كبير جدا صح بس بقت توليفة وان ربنا بقى يكرمهم وان شاء الله يعني يروحهم كويسة والأداء يبقى كويسة خلي بقىك فيه توقيتات برضو الدنيا يعني انت برضو بتحتاج حظ معاك وبتحتاج توفيق فيه منتخبات كبيرة جدا بتبقى كويسة وأسماء كبيرة بس ما بتقديش يعني احنا بقلنا فترة للأسف احنا بقلنا فترة عشان تعبانين من القصة بتاعت الأداء المدربين اللي جم الفترات الفاتت دي كلها فالأداء كان سائق جدا فالناس بصراحة نفسها يعني احنا عايزين نتيجة وأداء يعني عايزين بقى الناس بتحب الكورة عايزة أداء كويسة احنا الفترة فات دي كان الأداء بصراحة نفسك سابق البطولة يا رب ان شاء الله والأداء ده اني منذ فاقنا وانت بعد البطولة بإذن الله بعد البطولة كلام منرجع بالكاس نوعدنا وانت كان نقول الأداء كان واحش وانتا بس يبقى معنا الجاس انا متصورين بي أكيد إن شاء الله كابتن رامي شرفتني ونورتني حبيب والله كانت يعني فكرة ممتعة جدا أكشرة بيك دايما حبيب دي كان نهاية فكرتنا مع الكابتن الكبير كابتن رامي عادل بعد هذا الفاصل نلتقي الكابتن الكبير كابتن محمد عبدالجليل خليكم معنا